بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الأعزاء طلبة وطالبات الصف الأول السنوي الفني إن شاء الله النهاردة هنراجع معاكم في مادة جغرافية مصر الاقتصادية الاقتصاد بيعني الزراعة والصناعة والتجارة فالجزء بتاع الترم الأولامي اللي احنا هنمتحن فيه إن شاء الله بيتكلم على الزراعة أول جزئية هتكلم على الزراعة وبعرف سطح مصر بعرف الأراضي الزراعية الأول وبعدين أشوف العوامل التي تساعد على قيام الزراع فعندي بالنسبة لمصر عندي الوادي والدلتا الوادي والدلتا دي بنقول عليها مساحة المعمور أو الجزء المعمور في مصر ده مساحته حوالي 3.5% واللا معمور اللي هو السحاري 96.5% ده المعمور واللا معمور هنجي نتكلم على الأراضي الزراعية مساحتها 7.8 مليون فدان 6 مليون فدان في الأراضي القديمة و 1.8 مليون فدان في الأراضي الجديدة اللي هي مستصلحة حديثا من أهم العوامل المؤثرة في الزراعة التربة، المناخ، الري، الصرف، الدورة الزراعية، العمالة والميكانة والسياسة الحكومية كل ده أنا بتكلم عليه وما بفصرش العوامل الطبيعية عن العوامل البشرية لأن هم مرتبطين ببعض وبيأثروا في بعض لو جينا نتكلم على أول عامل اللي هو التربة الأساس في تكوين طربة الوادي والدلتة هو نهر النيل لو احنا تخيلنا خارجة مصر من غير نهر النيل هنلاقي أن مصر كلها عبارة عن صحراء تربة مصر ديت نقلها نهر النيل من منابعه الحباشية وطبعا بنقول عليها تربة بركانية قزبة وطبعا ده لأن أصلها بركاني التربة ديت غنية بعنصر البوتاس ومتوسطة الغنى في الفسفور ولكنها فقيرة في عنصر الأزوت وفقرها في عنصر الأزوت ده هنشوف بعد كده محصول البرسيم هيعوض لها النقص في عنصر الأزوت التربة السفراء هشة القوام وتقل فيها نسبة الطيم بينما التربة السوداء فقيلة القوام لزيادة نسبة الطيم فيها ويمكن معالجتها بإضافة الرم لتفتيح مسامها ولتسهيل نفاذية المياه فيها وتهوية بتاعتها تبقى أحسن يعني إيه الكلام ده التربة السوداء بتكون تقيلة ومفيش أي مسام فيها وبالتالي المياه ما تقدرش تتخلى لها وتدخل إلى جذور النباتات وفي نفس الوقت الجذور كمان مش هتتنفس فهتعفن وده يؤدي إلى موت النباتة فإحنا بنعالجها بإن إحنا بنضف لها الرمل عشان نفتح المسام وندي فرصة للتهوية وندي فرصة للمياه إنها تنزل لغاية الجذور مصر بتقع بين دائرتين عرضي 22 درجة و32 درجة شمالا معنى الكلام ده أنا كده دخلت في عنصر تاني لابعنا كلمت على التربة وأدي كده هتكلم على المناخ هنيجي نلاقي إن موقع مصر الفلكي اللي هو بين دوائر العرض يبتقع بين دائرتين عرضي 22 و32 وطبعا دول لو إحنا شفنا الفرق ما بينهم هنلاقيهم 10 درجات عرضية يؤدي إلى وقوع مصر في المناخ السحراوي الجاف أهم عنصر من عناصر المناخ وبيؤثر في الزراعة في مصر هو عنصر الحرارة لأن الحرارة متبينة يعني مختلفة ما بين الصيف والشتاء خلاص سؤال ده بيجيلي على طريقة اكمل في العنصر التاني اللي هو السقيع من أخطر العناصر المناخية الضرة بالزراعة من أخطر العناصر المناخية الضرة بالزراعة ومنحصنا حظنا ان بلدنا خارج نطاق السقيع العنصر اللي بعد كده الرتوبة الرتوبة بتقل من الشمال الى الجنوب مرتبط بيها زراعة القطن طويل التيلة ازاي الكلام ده القطن طويل التيلة ده موجود في وسط الدلتة لو انا نزلت على جنوب الدلتة انا كده بتجه الى الجنوب يبقى الرتوبة هتقل فبالتالي هتقل طول التيلة يبقى القطن طويل التيلة في وسط الدلتة القطن متوسط التيلة في جنوب الدلتة والوجه القبلي بتبقى قصيرة التيلة لان الرتوبة بتقل تماما العنصر اللي بعد كده الامطار الامطار في مصر قليلة ولا تكفي لقيام الزراعة البعلية ولا تكفي لقيام الزراعة البعلية السؤال ده يا جماعة ممكن يجيلي اكمل ممكن يجيلي اختيارات ممكن يجيلي صح وغلط يبقى الامطار في مصر قليلة ولا تكفي لقيام الزراعة البعلية ممكن يجيلي صلغة تانية في حتة الاختيارات الزراعة البعلية هي التي تعتمد على الأمطار أو تقوم الزراعة البعالية في مصر لو جالي بصحة وغلط هقوله العبارة دي غلط لأن دي الزراعة البعالية يعني معنى كده أن فيه أمطار كتيرة يعني معنى كده أن ينفع نعمل زراعة تعتمد على الأمطار والعبارة دي هتكون غلط إمتى بقى نعمل عليها صح هنقول أن لا تقوم الزراعة البعالية في مصر بعد كده العنصر اللي بعد دوت الرياح اهم حاجة عندي رياح الخمسين لاني لها تأثير سيء على الزراعة وهي تهب في فصل الربيع ممكن يجيلي اختيارات تهب على مصر رياح نقط مثلا في فصل الربيع او العكس تهب على مصر الرياح الخمسين في فصل نقط وممكن يجيب لي اختيارات زي ما انا كتبها في السؤال بتاع الاختيارات بعد كده العنصر اللي بعد كده بيأثر في الزراعة في عندنا المياه الري مياه الري عندي ثلاث موارد لمياه الري الامطار واحنا لسه عالين عليها قليلة لا تكفي لقيام الزراعة وبعد كده عندي المياه الجوفية اللي هي مياه الابار والعيون وبعد كده المياه السطحية اللي هي مية نهر النيل ودي اللي هنعتمد عليها نهر النيل زمان لما كانوا بيعتمدوا على الري الحوج اللي هو بيعتمد على مية الفيضان كان بيبقى مرة واحدة في السنة وده كان بيحصل في فاصل الصيف ليه فاصل الصيف ليه بيفيد نهر النيل صيفا لان الامطار بتسكت على هضبة الحبشة في فاصل الصيف وعندها مصدر تاني اللي هو هضبة البحيرات برضو بتسكت في فاصل الصيف يبقى فيضان النيل صيفا لسقوط الامطار الموسمية على هضبة الحبشة الري الحوض اللي هو بيعتمد على الفيضان اللي أنا لسه قيل عليه ده فضل موجود في مصر حتى اوائل القرن التسعة عشر ناس كده يبقى احنا كده عرفنا الري هنيجي نشوف بعد كده الري الدائم بقى اللي هو هيعتمد على نهر النيل باقامة القناطر والترع والسدود والمصير القناطر اللي اقيمت على النيل وفرعيه قناطر الدلتة والقناطر الخيرية واسيوت ونجع حمادي وقناطر اسنة وقناطر زفتة وقناطر ادفينة خلاص لو احنا عدينا دول هنلاقيهم سبع قناطر الترع الكبيرة اوي اللي بتخرج من امام القناطر بيقولوا عليها الرياح فعندي الدلتة عاملة زي المسلس في الشرق بيخرج من امام قناطر الدلتة الرياح التوفيقي الرياح التوفيقي ده بيروي شرق الدلتة والرياح المنوفي بيروي وسط الدلتة والرياح البحيري بيروي غرب الدلتة الرياح البحيري علشان فيه مناطق استصلاح كتيرة في غرب الدلتة عملوا ايه؟ شقوا الرياح الناصري وده حصل الكلام ده في عام 1967 بدأوا يشغلوا هذا الرياح في عام 1972 الأول الحكومة كانت بتعتمد على خزان أسوان خزان أسوان ده اتعمل سنة 1902 وارتبط بإنشاء قناطر أسيوت عام 1902 وقناطر أسيوت دي كانت بتغذي ترعة الإبراهيمية وترعة الإبراهيمية زي ما حنيجي نشوف في سؤال صح وغلط هي أهم ترع الواجه القبلي من ترعة الإبراهيمية يخرج بحر يوسف الذي يروي الفيوم الفيوم اللولة بحر يوسف وترعة الإبراهيمية كانت الفيوم هي موجودة في الصحراء الغربي على فكرة كانت هتبقى منطقة صحراوية لكن اللي حولها إلى منطقة زراعية ومدرجات خضراء هو بحر يوسف وبيعتبروها جزء من واجي النيل حنيجي نلاقي قناطر أسنا قناطر أسنا بيخرج من قدامها ترعتين في الغرب ترعة أصفون وفي الشرق ترعة الكولابية لازم ترعة تروي الضفة الشرقية وترعة تروي الضفة الغربية عندي ما بين أسيوت وما بين أسنا المسافة طويلة فعلشان نوصل المية للمنطقة اللي هي في المسافة اللي ما بين اللي اتنين ديت وطويلة جدا عملوا قناطر نجع حمادي بتخرج من قدامها ترعة نجع حمادي الغربية وترعة نجع حمادي الشرقية قناطر زفتة بيخرج من قدامها ترعتين واحدة لتغذية الرياح التوفيقي وواحدة تانية بتعرف باسم الرياح العباسي واللي بتغذي الرياح التوفيقي اسمها ترعة المنصرية قناطر زفتة دي أقيمت على فرع دوميوت هنيجي نلاقي بعد كده قناطر إدفينة على فرع رشيد وديت بتغذي ترعة المحمودية علشان تروي الأراضي اللي موجودة في محافظة البحير في نفس الوقت في عندنا ترعة قديمة بتخرج من النيل بدون قناطر في وحدة اللي هي في الوجه البحر اللي هي الإسماعيلية واللي في الوجه القبلي اللي هي السهاجية في محافظة سهاج في عندي ترعة شقة في الفترة الأخيرة في مصر اللي هي ترعة النصر وترعة السلام وترعة تشكة هنشوف الأسئلة اللي تيجا على الثلاث ترعة دول في أسئلة عندي بتاعة الاختيارات خزان أسوان اللي هو تعمل سنة 1902 كان يكون بوظيفة التخزين الموسمي اللي هو في فصل واحد بس أما السد العالي تم إنشاءه عام 1970 وده تخزين وتخزين دائم يعني وقت منعوز مياه هنلاقيها على طول موجودة في خزان أسوان اللي هو يقصد به بحيرة السد العالي خلاص إحنا كده عملنا قناطر وعملنا ترع وعملنا رياحات ومصارف وسدود معايا يا شباب هنيجي نلاقي إيه المياه الزايدة عن حاجة النبات لو فضلت في الأرض الزراعية هتبوز لنا النبات وهتزود نسبة الأملاح فلازم المياه الزايدة دي نتخلص منها نتخلص منها بما يسمى بالصرف الزراعي لو أنا عندي الأرض الزراعية ارتفاعها أعلى من الأراضي اللي حواليها ده بيعتبر صرف طبيعي لأن المياه الزايدة هتنزل تلقائي هتبع عاملة زي السلالم كده هتنزل تلقائي ده اسمه صرف طبيعي إنما لو اللي تنين في مستوى واحد هتفضل المياه في الأرض يبقى أنا لازم أخلص منها بنفسي إزاي بقى زي المطور كده لما بيرفع المياه للأدوار العالية هنخلص منها بالصرف الصناعي اللي هو بالماكينات اللي هي زي الكهرباء كده أشهر المصارف في مصر الوسطى ومصرف المحيط وفي الفيوم في عندي تلاتة مصرف البطس ومصرف طمية ومصرف الواجي نسبة الأملاح في شمال الدلتا مرتفعة فلازم نعمل مصرف مكشوف لإن لو عملنا المصرف المغطى والمصرف المغطى عبارة عن مواسير في بطن الأرض حتى كلها الأملاح فهنقول إيه هنقول إن في شمال الدلتا لازم يكون الصرف الزراعي مكشوف إحنا خلاص كده روينا الأرض وصرفنا المياة الزيادة المحاصيل بقى والأرض الزراعية الأرض اللي أنا يعني أنا مثلا أقول إيه أنا عندي عشر فددين العشرة دول دي اسماها مساحة الأراضي الزراعية زرعت منهم خمسة يبقى دي اسمها المساحة المحصولية يبقى المساحة المحصولية هي مجموع مساحة المحاصيلة التي تزرع على مدار السنة في الأرض الزراعية يعني الأرض اللي هي تزرعت ودتني محصول ممكن يكونوا عشرين فدان وما تزرعوش يبقى دي اسمها مساحة أراضي إيه أرض الزراعية يبقى المساحة الحقيقية للأراضي الزراعية هي مساحة الأراضي الزراعية أما مجموعة المحاصيل التي تزرع على مدار السنة اسمها المساحة المحصولية السنة الزراعية تنقسم إلى ثلاث مواسم الموسم الشتوي وطبعا ده من أهم محاصيله البرسيم والقمح والفول والكتان وبعض الخضر في عندنا الموسم الصيفي ومن أهم محاصيله الأزرة والقطن والأرز والقصب وبعض الخضر الموسم النيلي بين الموسمين وهو معاصر لوقت الفيضان ومن محاصيله الأرز النيلي والأزرة النيلية في عندنا محصولين رئيسيين بننظم على أساسهم الدورة الزراعية اللي هم الكتن والقصب لأنهم بيجهدوا التربة أنا لما أتكلم على الدورة الزراعية دي إن إحنا بنرتب المحاصيل اللي هتتزرع ما نزرعش كله مرة واحدة افرد أنا عندي الأرض كانت مزرعة قطن والقصب زي ما أنا كتبة كده إنه هم بيجهدوا التربة يبقى أنا لازم الأول أزرعهم أو أعوضهم اللي فقدته من المحصول بتاع القطن والقصب فهنزرع محصول زي البرسيم علشان نزودهم بالأزوت دورة القطن الثنائية أو ثلاثية يعني بيستمر في الأرض لمدة سنتين أو ثلاثة يعني بنيديله الوقت بتاعه زي جدول الحساس عندنا مش كل المدرسين بتخشوا مرة واحدة كل المدرس ليه جدوله أو ليه حسيته بيخش فيها فهنا برضو القطن بيستمر لمدة سنتين أو ثلاثة أما دورة القصب خمس سنين أو ست سنين يعني خماسية أو سوداسية عندنا الزراعة المصرية في عندها تلت أنواع من البطولة عندي دائمة وموسمية ومقنعة اللي هي المقنعة اللي هي غير مرئية المحاصيل اللي احنا بنزرعها بقى بيقسموها إلى تلت رتب في المحاصيل الكبيرة زي البرسيم والأزرة والأرز والقطن والقمح والصغيرة زي محصول القصب والفول والموالع والعنب والتجارية زي الحلبة والسمسم والفول السوداني والترمس احنا لسه كنا بنقول يا جماعة أن التربة المصرية فقيرة في عنصر الأزوت فعندي البرسيم مهم جدا وبيعتبر قعدة الهرم بين المحاصيل الزراعية ليه قعدة الهرم؟ لأن هو اللي بيزودها بالأزوت وبيعوضها الفقر في عنصر الأزوت البرسيم بينقسم إلى نوعين القديم والحجازي اتفقت مصر والسودان على شق قناة جونجلي بص يا جماعة فيه المصدر اللي بيدي لنهر النيل المية اللي هو المصدر الموسمي اللي هو هضبة الحبشة المنبع الموسمي يعني بيدي فصل واحد بس وفي عندي المصدر الدائم أو المنبع الدائم اللي هو هضبة البحيرات اللي هو بيقول عليه المنبع الاستوي المفروض إن ده يدينا ميا كتير قوي لكن اللي بيحصل في المنبع الاستوي إن بييجي في حتة في بحر الجبل الأرض بتبقى مش منحدر عديمة الإنحدار فالميا بتفضل وقفة في مكان يا إما بتتبخر بفعل أشعة الشمس يا إما بتبقى برك ومستنقعات ما بنقدرش نستفيد بيها فاتفقت مصر والسودان على إن هم يشقوا قناة علشان يعني كان هم بيحفروا طريق كده علشان الميا تنزل فيه مية الري اللي هي مية نهر النيل الحلوة دي وإحنا نقدر إيه نزرع بيها ونستفيد بيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في عندنا بقى الجزئية التانية بقى لما نجي نتكلم من ضمن المحاصيل الزراعية عندي مجموعة الحبوب زي القمح والشعير والأزراء اللي هي الدرة يعني بنوعيها لها الزرة الشامية والزراء الرفيعة والأرز الخائمات الزراعية يعني حاجات احنا بنزرعها وبتقوم عليها صناعات زي القطن والكتان وقصب السكر والبنجر وفول السوية القطن هو العمود الفقري للاقتصاد المصري زراعاتا ليه بقى؟ لأنه كان تلت مساحة الأراضي الزراعية كانت بتتزرع بالقطن لو جينا نتكلم على المحاصيل السكرية في عندنا محصولان سكريان في مصر هما القصب والبنجر لما قصب السكر وبنجر السكر برغم ان احنا بنستفيد منهم بصناعة السكر او المادة السكرية اللي فيهم بس لازم نبقى عارفين ان المادة السكرية في قصب الوجه القبلي بتكون اعلى فعلشان كده هو اللي بيستخدم في صناعة السكر الفرق بين المحصولين دول ان البنجر محصول شتوي القصب محصول صيفي البنجر بيزرع فيه الوجه البحري والقصب بيزرع فيه الوجه القبلي وتقريبا نص مساحة المحصول دي بتاعت القصب دي موجودة في محافظة قنة تقريبا حوالي نص او اكتر بحاجة بسيطة موجود في محافظة قنة البنجر زي ما كنا بنقول محصول شتوي بيحتاج لدرجة حرارة معتدلة اما القصب بيحتاج لدرجة حرارة عالية لو جينا نبص على نموذج لأسئلة صح وغلط هنلاقي الأسئلة عبارة عن ايه بقى عندي مثلا يقول لي تتسم الزراعة المصرية بانها زراعة معاشية ايوة العبارة دي صح لان احنا اصلا بنعتمد على الزراعة في سد حاجة السكان يعني ما بيبقاش عندنا فقد للتجارة لو جالي في الامتحان وقال لي تجارية هقول له غلط هي زراعة معاشية وليست تجارية مايكانة الزراعة المصرية فيها خير للفلاح للحيوان خيرا لحيوانات الحق ليه لان العبارة دي صحة على فكرة الميكان يعني اعتمد على الماكينات في الزراعة لانها تريح للحيوان ومش هيبقى مجهد وهيبقى ينتاجه كتير وكمان انتاج جيد طيب انا دلوقتي عشان استخدم الماكينات في الزراعة ما بتعترضنش اي صعوبات لا العبارة دي غلط لا تعترض الميكانة الزراعية في مصر اي صعوبات غلط بالعكس الميكانة الزراعية بتعترضها الكثير من الصعوبات اولا ان المعدات الزراعية دي غالية والفلاح طبعا الحيل بتاعه على الدو الحاجة التانية ان الماكينات الزراعية او المعدات الزراعية دي عايزة الوقود اللي حيشغلها او الطاقة اللي هتشغلها بتكون اسعارها غالية الصيانة لو المعدات دي بازت او جرالها حاجة علشان نصلحها برضو مش متوفر لها ورش اللي هي تقدر تصلح للماكينات لو اضغطينا عن المشكلات دي كلها هنبص نلاقي ان الحيازات الزراعية او الاراضي الزراعية بتعتبر صغيرة بالنسبة لحجم المعدات الزراعية يبقى فيه صعوبات بتعترض الميكانة الزراعية السياسة المحكومية لا تعد من العوامل المؤثرة في الانتاج الزراعي في مصر بالعكس ان الحكومة بتوفر البزور وبتوفر الاسمدة وبتوفر المبيدات وبتقوم بشق الطرع وشق المصارف التي تقوم بالرأي الاراضي الزراعية وتصريف المياه الزراعية عن حاجة النبات وانشاء السدود وانشاء القنوات والاهتمام بالسروة الحيوانية واستنباط البزور التي تعطي انتاج عالي يعني الحكومة لها درج كبير جدا في الانتاج الزراعي تربة الواجي والدلتة تربة موضعية غلط تربة الواجي والدلتة احنا قلنا تربة منقولة واللي نقالها نهر النيل اهم ترع من الترع اللي موجودة في الواجه القبلي هي ترعة الابراهيمية العبارة دي صح لا تستفيد التربة المصرية من زراعة البرسيم غلط ده البرسيم مهم جدا يا جماعة هو قاعدة الهرم بين المحاصيل الزراعية يعني هو الاساس بالنسبة لها لان بالبرسيم احنا بنعود الفقر في الازوت وبيعمل على تخصيب الاراضي الزراعية كما انه يوفر الاعلاف الخضراء لخلوه مصر من المراعي الطبيعية نظرا لقلة الامطار تعتبر المنابع الحباشية للنيل اهم من المنابع الاستوائية ايوة لان هي بتدي الميا العزبة لنهر النيل بالعكس المنبع الاستوائي بيضيع هذا الماء لان الارض عديمة الانحضار بيضيع بالبخر والمستنقاط لو جينا نتكلم على من المحاصيل الزراعية هنيجي نلاقي المحاصيل زي المحاصيل اللي هي البستانية اللي هي مجموعة الفواكه والخضر عندي بالنسبة للطماطم اللي بيتصدر الانتاج بتاع الخضر في الانتاج وفي المساحة هو الطماطم والموالح تتصدر مساحة الفواكه وانتاجها يبقى كده الطماطم في الخضر هي المتصدرة المساحة والانتاج والموالح في الفواكه العبارة دي صح درجة الحرارة من اهم العناصر المناخية المؤثرة على الزراعة في مصر العبارة دي برضو صح احنا لسه الينا في اكمل البرسيم المسقاوي هو برسيم التربية برضو العبارة دي صح لانه هو الفلاح بياخد البزور بتاعته ويزرع بيها المحصول بتاع السنة اللي بعديها يبقى بيربي نفسه بنفسه هو محصول التربية تزيد الثروة الحيوانية كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب لا طبعا لان البرسيم اللي هو بتعتمد عليه السنة والحيوانية انا حتى في سؤال قبل منه معلش اللي هو تقل زراعة البرسيم كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب هو فعلا البرسيم بيقل من الشمال الى الجنوب طب مين اللي بيعتمد على البرسيم في غذاءه الحيوان لان احنا ما عندناش مراعي طبعا فبنعتمد على البرسيم علشان نغذي الحيوانات فبالتالي مدام البرسيم بتقل زراعته من الشمال الى الجنوب يعني لما نسيب الوجه البحري اللي بيتزرع فيه البرسيم وكله متركز فيه الاراضي الزراعية وهخصة بالاراضي الزراعية بالبرسيم دوه هتقل من الشمال الى الجنوب زراعة البرسيم فبالتالي هتقل الثروة الحيوانية كلما اتجهنا الى الجنوب السؤال اللي بعده كاتب لي ايه تزيد الثروة الحيوانية كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب لا دي هتقل هي زيها زي البرسيم بالضبط الاثنين مرتبطين ببعض عشان كده احنا جايبين لسؤالينا عكس ببعض طيب تغطي التربة تغطي التربة السوداء معظم اراضي الوادي والدلت العبارة دي صحيحة العبارة دي صحيحة طيب لو جينا نتكلم على الجزئية اللي بعد كده تصلح مياه الصرف لرأي الاراضي الزراحية غلط لان مياه الصرف دي لازم نحط لها نسبة متساوية من المياه العزبة يعني بنسبة واحد الى واحد يعني تكون النسبتين متساوية في الحالة دي نقدر نستخدم مياه الصرف في الرأي تأخذت طرع طرع الرأي في مصر مصارها من الشمال الى الجنوب العبارة دي غلط لان الترع اصلا جاية من المنبع المنبع من الجنوب فهي الارض منحدرة من الجنوب الى الشمال الارتفاع في الجنوب لغاية ما تنزل الى الشمال خلاص يبقى العبارة دي غلط مصارف الترع او الترع في مصر بتأخذ مصارها من الجنوب الى الشمال يستخدم الصرف الزراعي المكشوف في شمال الدلتة والمغطة في جنوبها العبارة دي صح العبارة دي صح لان في الشمال الاملاح الكتيرة تأكل المواسير بتاع الصرف اما في الجنوب الصرف المغطة لان عندنا المساحة الاراضي الزراعية صغيرة وكمال في زيادة في عدل السكان فعلشان منفتتش الحيازات الزراعية بنستخدم المصارف المغطة لو جينا للسؤال بتاع الاختيارات انا وانا بشرح برضو بالنسبة لعوامل عناصر المناخ كان من ضمن عناصر المناخ الرياح الخمسين واحنا ركزنا عليها لانها تأثيرها سيئة على الزراعة لانها بتؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة وتقتل الزرع تتعرض مصر اختار الاجابة صحيح من بين الاكواس تتعرض مصر الربو برياح الخمسين في فصل الشتاء والربيع والصيف طبعا في فصل الربيع تعد مصر من اقدم بلاد العالم ان لم تكن الاولى في زراعة القمح طبعا احنا هنختار القمح من الثالثة هنا يعد الكتن العمود الفقري للاقتصاد المصري صناعة وزراعة وتجارة طبعا ده القتن هو بشبهه ان هو زي العمود الفقري اللي في الانسان لا قدر لا لو حصل فيه اي حاجة الانسان بيتحصل له حاجات يعني مش كويسة فهنا بيقولوا هو اساسه يعني هو العمود الفقري اللي سند البني ادم هو هنا كمان اللي سند الاقتصاد بتاعنا كان بقى هو القتن بالنسبة ليه الزراعة لانه هو بيشغل تلت المساحة الاراضي الزراعية وبالنسبة ليه الصناعة لانه فيه بيعتبر على رأس قائمة الصادرات المصرية وبالنسبة للتجارة على رأس قائمة الصادرات المصرية وبالنسبة للصناعة صناعة المنسجات القتنية ازهى الصناعات المصرية يوفر نقط العلف الأخضر للسروة الحيوانية لخلوه مصري من المراعي الطبيعية الكتن ولا الأرز ولا البرسيم لا طبعا البرسيم ترعت نقط تخرج من النيل في اتجاه سيناء وتمر تحت قناة السويس ترعت السلام في عندي ترعة بتروي جنوب غرب أسوان هي ترعت تشكة هنختار تشكة الخضر ترتبط هي والفاكهة معا في مجموعة تسمى المحاصيل السكرية ولا البستانية ولا الخامات الزراعية هقوله المحاصيل البستانية الزراعة التي تعتمد على الأمطار تسمى الزراعة البعض طيب جماعة في جزئية كده احنا ممكن نقولها مع بعض بحيث انها لو جتلي في سؤال ووصل لو في توصيل يعني ان انا قدر حل فيه فترة الشراقي هي الفترة التي تترك فيها الأرض بورا لتستريح يعني بسيب الأرض كده فترة تستريح وتستعيد خصوبتها وميبقاش فيه جهاد عليها الزراعة البعالية هي الزراعة التي تعتمد على الأمطار طبعا احنا متفقين ان مصر أمطارها قليلة فبالتالي ما عندناش زراعة بعالية احنا بنعتمد على مية نار النيل مياه الصرف ممكن اخلطها بمية الريء بنسبة متساوية يعني واحد الى واحد ده عشرة لتر يبقى ده عشرة لتر مهم يكون نسب متساوية ونستخدمها في الريء طيب لو جينا نتكلم على الدورة الزراعية الدورة الزراعية هي محاولة تنظيم تتابع زراعة المحاصيل في الأرض يعني ايه تنظيم تتابع يعني انا اشوف مين المحصول اللي ازراعه الاول ومين المحصول اللي ازراعه بعد كده مين بقى المحصولين اللي بيحددوا للدورة الزراعية القطن والقصب وإحنا لسه قيلين عليهم في سؤال قبل كده لان هم مجهدين للطربة لان هم بيجهدوا الطربة يبقى محاولة تنظيم تتابع زراعة المحاصيل في الأرض الزراعية على مدى فترة زمنية محددة وهي مدة الدورة الزراعية في عندي الزراعة المعاشية هي التي تنتج أساسا لغرض الكفاية الذاتية يعني إيه؟ يعني أنا هزرع إلا أنا هقلو مش هيبقى عندي فقد للتصدير والزراعة التجارية هي تنتج من أجل إيه؟ التجارة يعني أنا بأنتجها علشان أتاجر فيها مزايا الراي بالرش الراي بالرش يا جماعة إيه الميزة اللي فيه؟ إني أنا بدل ما أجيب كمية مياه كده واروح إيه؟ رميهم في الأرض ألبروي هقل إنما لما أمسك بالرش الرش ده بيقنن لي كمية المياه المستهلكة فبالتالي هيقلل من كمية المياه التي تعطى للمحصول وبالتالي مش هيبقى فيه مياه كتيرة متسربة في بطن الأرض وحيرتفع منصوبها وهتزود لنسبة الأملح فبالتالي التربة تبدل محتفظة بخصوبتها إنما لو الماء الباطني زاد في بطن التربة حيؤدي إلى تعفن الجزور وموت النبات الزراعة المحمية هي السوبة وهي أحد عناصر التكسيف الزراعي وزيادة إنتاجية الفدين مهم جدا يا جماعة إن إحنا نحدد مزايا الميكانة الزراعية ونكون عارفين عيوبها علشان برضو ممكن يجينا في سؤال والصلاة الميكانة الزراعية الميزة بتاعتها إنها تعمل على راحة الحيوان وبالتالي هيزيد إنتاجه وهيتخصص في الإنتاج والميكانة الزراعية هتساعد في إنجاز العمليات الزراعية لكن عيوبها إن هي بتؤدي إلى انتشار البطالة طيب في صعوبات بتعترض الميكانة الزراعية وأنا لسه أيلة عليها فخلي بالكم ما بين مزاياها وعيوبها والصعوبات التي تعترضها طيب إحنا برضو الحتة المهمة بالنسبالنا اللي إحنا نازم ناخد بالنا منها اللي هي زراعة الأزرة الشامية ديت موجودة في الشمال في الوجه البحري لإن هي بتحتاج نسبة الرطوبة وهي محصول صيفي فبتتزرع في فصل الصيف لإنها عايزة درجة حرارة عالية إنما عكسها الزراع الرفيعة خلي بالكم يا جماعة بين الاتنين الزراع الرفيعة بتتزرع في الجنوب لإن هي بتحتاج برضو درجة حرارة عالية وده متوفر في الجنوب وتحتاج الجفاف وده متوفر في الجنوب يبقى كده أنا بعرف الفرق بها بين الأزرة الشامية والأزرة الرفيعة طيب عايزة أعرف حاجة تاني برضو فرق بين الاتنين دول قصب السكر وبنجر السكر قصب السكر احنا كنا بنقول انه هو لازم نعرف انه هو محصول صيفي ويقول عليه محصول مداري والبنجر محصول شتوي قصب السكر بيزرع فيه الجنوب والبنجر بيزرع فيه الشمال المادة السكرية في قصب السكر بتكون اعلى في الوجه القبلي عن القصب اللي موجود في المناطق الاخرى لذلك بيستم استخدامه في صناعة السكر طيب لو جينا برضو من الحاجات المهمة اللي ممكن يعني جينا برضو من دمن الاسئلة بتاعة التواصل وان لازم نكون عارفينها لها شروط زراعة الارز القرز مهم جدا ان هو يحتاج مياه كتيره وعندنا شمال الدلتا التربه مالحه احنا بنزراعه في شمال الدلتا مش عشان التربه مناسبة ليه زي ما انا قلت قبل كده لأ دا احنا بنزراعه علشان نخسل التربه من الاملاح ونعيد بنائها مرة ثانية وفي نفس الوقت بنزراع الارز يبقى احنا بنخسل التربه ونعيد بنائها ونزراع الارز بكميات كبيرة وكمان في المزارع بتاعة الارز المياه بتبقى مليانه فبيعمله مزارع سمكية مزارع سمكية تمام كده طبعا زراعة البرسين يا جماعة مهمة جدا طبعا لعدم توفر المراعي الطبيعي لان هو هيوفر لي المراعي الطبيعي قناة جونجلي مهمة انا برضو لسا متكلم عليها اه 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 التعريف بتاع القناطر او القنطرة القنطرة عبارة عن جسم بيعترض مجرى النيل او المجاري يعني المائية اللي هو هيعمله عليها هذه القنطرة القناطر او القنطرة مهمة جدا لان هي بتكون متركبة عليها بوابات تفتح وتغلق حسب الحاجة اه يبقى الهدف الاساسي من القناطر رفع منسوب المياه في المجرى المائي امام القنطرة امام القنطرة طيب يا جماعة برضو انا كنت كتبع على التوسع الرأسي والتوسع الافقي التوسع الرأسي هو اه زيادة غلت او انتاجية الفدان يعني بمسك الفدان الواحد وبشتغل عليه بوفر له كل حاجة عشان يديني انتاج اعلى اما التوسع الافقي هو زيادة المساحة المزروعة يعني مثلا بدل مزرع فدان بزرع عشرة وبزرع مية كلما بزود مساحة الفددين المزروعة فبالتالي بتزيد كمية الانتاج الزراعي احنا نسألين على الدورة الزراعية وفترة الشراقي وقلنا زراع البعلية وقلنا زراع البعلية طيب اه برضو الحتة اللي انا احب اركز عليها مشاكل التربة مشاكل التربة طبعا انقطاع وصول الطمي بسبب بناء السد العالي وطبعا ده بنتغاضى على هذي المشكلة وبنتغلب عليها بتوفير الاسمدة في عندي كمان حاجة تانية اللي هي ارتفاع نسبة الاملاح ارتفاع نسبة الاملاح اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 شركة الدلتا للسكر تأسست سنة 1981 وارتبط بها انشاء مصنع لاستخلاص السكر من البنجر في مركز الحمول زراعة البنجر تتركز في محافظة طفر الشيخ والدقاهي الرأي الدائم يا جماع اللي هو الرأي أو زراعة الأرض طول السنة أدى طبعا لمزايا التنوع المحاصيل وزيادتها والعيوب طبعا الرأي الدائم وزراعة الأرض أكتر من مرر التنى يؤدي إلى جهاد التربة ويتدهور خصوبتها وطبعا الفترة للأرض بتستريح فيها هتقل وبالتالي هترتفع نسبة الأملاح لما هترتفع نسبة الأملاح طبعا عارفين إن ده بيؤدي إلى قلة قلة الخصوبة من فوائد السد العالي زيادة مساحة الأراضي الزراعية وخاصة طبعا الأرض المزروعة أرز لأن حتى الأرز ده لما اتبنى السد العالي قفز من مرتبة المحاصيل الصغيرة إلى المحاصيل الكبيرة حماية البلاد من خطر الفيادانات والمجاعد وتوليد الكهرباء وتنظيم الملاحة في النيل على مدار السنة يعني إن السفن اللي هتمشي فيه مجرى النيل مش هتتعرض لأي مخاطر لأنه معروف المنسوب بتاعه ومستوى المياه في النيل وده المقصود بتنظيم الملاحة شكرا 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 شكرا